دجت وسائل الإعلام المصرية بعدما كشفت الفنانة المصرية رولا محمود عبر حسابها الشخصي على تويتر عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك أثناء تواجدها في العاصمة الإنجليزية لندن وقد نشرت رولا محمود تغريدة عبر تويتر أكدت قالت فيها مسائكم صحة وعافية للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفاعم بحالات كثيرة ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي دعائكم أكيد هيساعدني سأحاول الاستفسارات في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص يذكر أن الفنانة رولا محمود بدأت التمثيل من خلال مسلسل أوان الورد عام 2000 ثم تبعته بفيلمي السحر مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2001 وفيلمه مواطن ومخبر وحرامي مع الفنان خالد أبو النجا من نفس العام فجذبت الأنظار لها من خلال مشاركتها بدور مديحة زوجة الحرامي ترجمة نانسي قنقر